أنا عايزة أسأل يعني أحمد توقعاتك كتت عاملة إزاي يعني المطش ما كانش سهل والكلام والتصريحات والأجواء اللي عشناها في الكام يوم كله كان صعب توقعات كتت عاملة إزاي مع بداية الكاميرون كتت نزلة أو الخمس دقايق يعني إيه نزلة بتقولها على الملعب الحقيقة أن قبل المطش طبعا كانت لقى التوقعات لازم تكون لصراحة الكاميرون لعدة أسباب أولا البطولة على أرضها وإن هو من أول البطولة الكاميرون مشوارها في البطولة كان سهل جدا ما واجهوش أي خصوم صعبين ما واجهوش إصابات زي اللي وجهناها ما واجهوش إن هما يلعبوا مطشين في وقت إضافي في حمل بدني أكتر والنهار ده وقت المطش الثالث لمصر فكل دي كانت عوامل تصب لمصلحة الكاميرون بجانب الشحن اللي هو صدروا مسؤولين الكاميرون للمنتخب الكاميروني هو صموا الإيتو ووصف اللي هو المباراة بالحرب وإن هو طبعا هو التصريح كان مجرد تحفيز للعبين مش شن حرب على مصر يعني عشان ما يتحطش فيه أكبر من حجمه يعني هو مجرد تحفيز للعبين ولكن هي كلها أمور تحفيزية لهم إن هما يلعبوا على أرضهم كل ده كان يخلي طبعا كافة الكاميرون ترجح وكمان أنا بالنسبة لي كان حتى لو خسرنا النهاردة لقدر الله أنا برضو كنت هحترم جدا أداء المنتخب المصري لأنهم لم يبخلوا بالجهد من أول البطولة من بعد مباراة نيجيريا وفي تحول في القتالية والروح لدى اللعبين ومن أول مباراة كودفوار لأ وتحول بقى كمان الأداء الفني مش بس القتالية أعتقد كل ده كان عوامل تخليين إن أنا أحترم جدا لمنتخب المصري مهما كانت النتيجة والنهاردة بتكمل الفرحة أهم حاجة إن احنا بعد المباراة دي نحتفل ولكن لا نكتفي بدأ لأن منتخب مصر هو سبع ألقاب يخلونا إن احنا لا نكتفي أكيد بالنهائي وإن هو أهم حاجة كمان الحصول على اللقب وتعويض خسارة نهاية 2017 أكيد أكيد